اهلا بكم يا جماعة. زي ما وعدنا زمانينا الفنيين. النهاردة هنتكلم اللهم المبتدئين عموما. اول اللي عاوز اتعلم تلاليات. النهاردة هنبدأ سلسلة الفيديوهات بدعتنا اللي هي ازاي تتعلم اه مجال التبريد من بداية العدة وسكينة قطع المواصير لحد ما تكون فني متميز. سوفوا الفيديو بتاع النهاردة ازاي بنستخدم سكينة قطع المواصير بانواعها. وايه الخطوات صحية حل استخدامها. وان شاء الله بعد الانترون نشوف الشغل عملي. يلا بينام نسنينكم. اهلا بكم يا جماعة. دي اشكال سكينة قطع المواصير ده شكل منها. ده بيستخدم في الاماكن الدايئة زي التلاجة مثلا الفريزر. الاماكن اللي مش ينفح تدخل فيها السكينة دي. الاتنين ليهم نفس الوظيفة وهي قطع المواصير سواء كانت مواصير نحاس او مواصير حديد او مواصير الامونيوم. بيقطعوا التلاجة. السكينة زي ما نشايفين كده بتتكون من عضو سابت. ده كده عضو سابت ما بيتحركش. ده كده عضو متحرك. المصمار ده هو اللي بيسحب في جريدة مسننة هنا. لما بالفانحة اللي مين بتقدم العضو المتحرك هنا نحية بالسكينة اللي هو شايلها عشان يبدأ يقطع في المصورة. لكن في مجموعة من الضوابط لازم نتعلمها قبل ما نستخدم السكينة دي. دي اول نوع معنا. النوع التاني اللي هو النوع الكبير او. دي برضو نفس الكلام. ولكن دي تنفح فيه التطبيقات الكبيرة والحاجات اللي محتاجة ان يكون المواصير بتاعتها قطرها اكبر من دي لان دي بتتحرك مسافة ابعد يعني لو لو حصة تلاقي دي بتتحرك مسافة ابعد. نفس الكلام دي فيها عضو متحركة اهو. لما بالف البكرة دي بايدي بيرجع الوراء زي ما حضرتكم شايفين بالزبط. وعندنا السكينة دي السكينة. برضو هنا دي السكينة يا جماعة. من جوة ايه. سكينة من جوة. تمام? عندي دول درفلين بتسند عليهم القطق المصورة وانت بتقطعها عشان تعرف تقطع كويس. طيب. يبقى البكرة دي. دي اخرها خلاص. ده الحد بتاعها اهو. لما بلف كده بتبدأ تتحرك معي لقدام. طبعا بحط المصورة هنا وبقدر لف الحد ما وصل للكتر اللي انا هقطع عليها. خلاص. اول ما بيلمس المصورة بوقف. طيب. ده شكل البنسة زي ما انتم شايفين. وده الشكل التاني بتاعها. هنبدأ بقى نقطع بها ونشوه. عندي المصورة ايه? لما افتح فتحة مناسبة. لازم تكون فتحة يعني ببدأ افتح كده. لحد ما تكون الفتح هنا مصوية للكتر ده. اهو. كده. وببدأ اوقف المصورة بتاعتي بين الدرفلين دول. بين الدرفلين دول. اللي هم بتحركوا دول. اهو. بوقفها بينه وببدأ الف. خلي بالك بقى النقطة دي. وانت بتلف ما ينفحش تضغط بالسكينة على المصورة. لازم تكون يا دوب لمساها والمصورة بتلف. يعني بص. اهو. بتكون بتلف ايه? بحرية. ما يكونش في ايه? ما يكونش في ضغط. تابوا ليه بقى? عشان لو انا ضغطت هبوز الكتر الداخلي للمصورة هتتعاوج معايا. وممكن ايه? وممكن تحصل لها خفز او كده. فانا بضغط سنة بسيطة. وبعدين الف. حسيت انها خفز معايا ادي سنة كمان. ولف. اهو. سنة ولف. لكن ما يفعش تضغط جامد عشان ما تخفزي المصورة. هتفضل لما تقطع لوحدها اهو. بلف سنة. ولف معايا تاني. اهو. اهو. اول ما تخف معايا بدي لفة كمان. اول ما حس ان كل ما حس انها بتخف معايا بدي لفة. شايف معايا كده? اعمل اتحز اهو. اهو. كل ما تخف يا جماعة ببدأ ايه? اتقل انا بلف لفة السنة لحد ما تققل. اهو. ممكن تبضل تلف لحد ما تطلع معاك. شايف معايا? هنا القطع مزبوط. هنا القطع مزبوط. لكن لو انا عملت زي ما قلنا كده. ضغطت من البداية. لو انا ضغطت من البداية. كان اللي هيحصل معايا ان السكينة هنا هتبوز لي المصورة. وهتطلع الشكل زي ما انت شفتوا كده. اهو. طبعا ده افضل افضل طريقة نشغل بيها زي ما قلنا كده. بالنسبة للسكينة الكبيرة هي نفس الفكرة برضو. هي نفس الفكرة بقف دي هنا. اهو. لازم المصورة تكون واقفة يا جماعة ما بين البكرتين المتحركين دول. وببدأ اتحرك كده. اتحرك العمود المتحرك ده عن طريقة البكرة. اهو. اهو. سنة بسنة. كل ما تخف معايا قدي سنة ربط. كل ما تخف معايا قدي سنة ربط. لكن ما تربطش من البداية جامعة. اهو. مع بعض لحد ايه? طول بالك لحد ما تقطعها. طبعا كل ما تكون السكينة طيبة. كل ما تكون هتقطع معايا بشكل اسرع. فيه ناس بتعمل الحز ده وبعدين ييجي كاصر. تيجي طلع معا عادي. لكن الافضل انك انت هتكمل ايه? بالسكين. عشان تطلع الشغلك مزبوط مية مية. وخصوصا انها مش تاخد وقت يعني. اني لو باللولة الفيديو كنت لفيت بسرعة. فكنتوا لاحظتم معايا انها مش تاخدوا وقت اهو. هدي شكل القطع. تمام? كده انا محافظ على الكتر الخارجي والكتر الداخلي. في السكينات الكبيرة لزي كده يا جماعة. بيكون هنا في في الظهر فيه جزء زيادة بيكون مسلوب كده. على اساس لو اللي بتيجي اوديه النحي التانية بس هو مكسور في السكينة بتاعتني اللي انه ما بيستخدمهاش من زمان. على اساس لو الكتر ده اتعاوج منك تقدر تدخل الجزء المسلوب ده وتلفه كاملة فكده لحد ما ترجع الكتر ده زي ما هو. السكينات دي فيه منها انواح كتيرة في السوق. افضل حاجة انك انت السكينة هي تقريبا اكتر حاجة هتشغل بها. لانك انت عشان تقطع موصير تكشف عشان تقطع موصير تشحن عشان تقطع موصير تلحم لازم هتستخدم السكينة دي. سكينة القطع الموصير. ففي الغالب هي هتكون اكتر حاجة انت هتستخدمها. فلما تشتريها اشتري نوعية كويسة عشان تريح دماغك. يعني بلاش الحاجات الصينية ومعشرين جنيه وخمسة وعشرين جنيه دي لانها ايه? آآ مش هتتزبط معك. ده بيقول لهم نقول واحد على تمانية بوصة لحد خمسة على تمانية. آآ فلما تشتري السككين دي اشتري حاجات كويسة عشان تعيش معك. بلاش الحاجات الرخيصة خالص. وبلاش يعني ممكن حاجة زي كده مسلا في عدوث ستين جنيه ولا خمسة سبعين جنيه. وبتشتغل معك زي الفل. وبتقول شلا. لكن انت كل ما تكون عدتك نظيفة هتكون افضل ليك. واحسن بالتأكيد. ده كان اول فيديو بتاعنا معنا النهاردة اللي هو زي نقطع موصير النحاس. وده الفيديو للمبتدئين. هنحاول في كل مرة ان شاء الله نشوف فيديو. ونشوف اه حاجة كده لو انت مقتلق واحسن تعلم. وان شاء الله تكون اه مجموعة مفيدة لبعض الناس. لكن لو الفيديو ده افادك ياريت تعمل تعليق كويس وياريت تعمل اه عجاب لي. عشان نكمل فيه. يعني اه الفيديو طبعا لو ما جابش اه عجابات كويسة او لو ما جابش تفاعل كويس يبقى مالوش لازم. فعشان كده ان شاء الله لو حبي ان نكمل فيه الدورة بتاعة المبتدئين من البداية لنهاية تسيبونا تعليقات كويسة. شكرا لكم عن تبعيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تتسوش اشتراك لقنا وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم.